لاحب الكرام لا يتوقف عداء هذا الفكر مع جميع الانبياء وليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده وعلى فكرة بس ملخص كده ادم قالوا في مروياتهم نزل من الجنة لانه كان نظر بعين الحسد الى الى محمد كذلك ان الله سبحانه وتعالى ادخل ابراهيم النار لانه لم يقمن بالولاية اولا حبس نبي الله يونس في بطن الحوت لانه لم يقمن بولاية محمد وعلي محمد شوفوا الخرافات وصلت بهؤلاء الى اين ثم بعد ذلك ما تجد الدين فيه تناقضات مثل هذا الدين وهذا المعتقد الامة الفضل من الانبياء جميعا والامام اعلى منذلة والامام اقل منذلة ما يفتعرفش هم عايزين ايه بالظل ولكن قلنا القاعدة اا اموال واعراض اموال واعراض تسلب فقط مما جنين تصدق لا تبحث ويمكن ان حطيت النهاردة حديث النبي اللي هو ده لما يقولك اختلاف أصحابي رحمة فهل عندما يختلف الأصحاب لهم أهل البيت عندهم في فتوى أو في أمور أنا نفستها هل يحاسبه مكان يوم القيامة أم يحاسب مكانهم يوم القيامة فكر فيها كشيحي في نظرية اقبط الفرس عالم ويقرب منها سالم فكر في اللي احنا قلناه وشوف الدنيا راح بيك على فين عرفنا إلى أي مدى من الممكن أن يوصل هذا القطر الشيعي اخواننا لاحبة تغييب العقول تغييب تام وعلى فكرة أقولكم الملخص فيما يفكر فيه اعتبار الشيع والله لبيهمهم دين ولا قرآن ولا سنة ولا نبي ولا آئمة ولا أي شي كل ما يفكرون به هو كيفية السيطرة على الأمة العربية والإسلامية كل ما يفكر فيه الشيعي السيطرة على الأمة العربية والإسلامية وكيف يخربون هذه الأمة من الداخل كل ده اللي بيفكروا فيه لا بيهمهم نار ولا يهمهم جنة ولا يهمهم بتاعهم بيتحقوا على شوية عوام مساكين بس كده دولي الشاغالين معاهم تحت رجليهم ارمي حفنة ويجري دولي بيفكروا فيه ترجمة نانسي قنقر